الموضوع مهم جداً أساس نزارة حضرتك ما بتقول ندمج العابرين إن كان عابر من المسيحية بالاسم أو عابر من المسيحية بالإسلام موضوع التلماذة والإندماج ده كتير مهم نغير نظرة الاستخفاف نظرة الشك نظرة الخوف تتغير بنظرة المحبة اللي حضرتك بتقولها إن معظمهم بيجي من خلال الحب النهاردة أنا ماينفعش إن أنا أوكي هبشر المسلم وهسيب وخليك بعيد عني ما تخشش بيتي وما تخشش الكنيسة يعني كأنه واحد بيولد ولد بيجيبه بقوله روح عيش في الغابة وبعد أربح خمس سنين لما تكبر بتعال العندي على البيت ما هو مش يعرف يتكلم اللغة بتاعتك مش يعرف يتكلم بنفس اللغة اللي تتكلم بيها هو محتاج يحتضن محتاج زي ما كان بيتكلم أخويا دانيل من شوية أو إخوات اللي اتصلوا أنا النهاردة محتاج أعلمه اللغة اللي أنا بتكلمها داخل الكنيسة يعني النهاردة لما واحد يسألني واحد مسلم جاي مش عارف فيه فكرة أنه لازم لما يقرأ الإنجيل لازم يتوضى أحيانا لما بيسأل الإخوة داخل الكنيسة هل ينفع أنه نتوضى قبل ما أقرأ الإنجيل بتكون فيه في كتير ردود فعل بيكون بتكون مستهزئ آه إنه آه شكلك بعدك مسلم لسه بعدك مسلم يعني ده لسه ما تغيرش طيب ما هو جاي بقرس كبير حمله محتاج أنه قاعد معاه وأفهم عقله وساعده المحبة زي ما أخويا ختم الرسالة اللي حضرتك قررتها من شوية ختم بالمحبة محبة لا تقبح المحبة لا تنتفخ أنا محتاج أنه أقدم له المحبة ومش بالكلام بالعمل وبالحق اشتركوا في القناة